المدني والقانون الإداري والقانون الجنائي بشقيه قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية هذا البرنامج التدريبي هو البرنامج الثاني والعشرين للسادة قضاة دول أفريقيا الشقيقة وهو الثالث لقضاة دول حوض النيل فنحن نرحب دائما بأشقائنا قضاة أفريقيا وقضاة حوض النيل فهم دائما في قلب مصر وفي عيونها ومصر دائما تحتاج إليهم كما هم يحتاجون إليها ونحن على استعداد دائما لتقديم كل تعاون مسمر وبناء سواء بحضور أشقائنا من أفريقيا إلى المركز القومي للدراسات القضائية للتلقي التدريب والمناقشة وتبادل الرؤى في كل الموضوعات القانونية بفروحها المختلفة المدني والجناء والإداري والقانون الدولي والإنساني أو بإفاد المحاضرين إلى دولهم في المقار التي يحددونها وهكذا دور المركز القومي للدراسات القضائية دائما ليس على المستوى مصر فحسب وإنما على المستوى الإقليمي ومستوى دول العالم الصديق وهو يتولى في مصر تدريب جميع أعضاء الهيئات القضائية القضاء والنيابة ونيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وقضايا مجلس الدولة وكل الموظفين العاملين في هذه الهيئات بالإضافة إلى الجهات المعاونة طب الشرع والشهر العقاري وخبراء وزارة العدل وخير شاهد على الدور الذي يقوم به المركز ما نحن فيه اليوم فالمركز يعقد به خمس دورات الدورة التي نختتمها مع حضراتكم اليوم للكوادر الأفريقية بالإضافة إلى دورة لخبراء أبحاث التزييف والتزوير لمدة أسبوعين ودورة لقضايا محاكم الأسرة ودورة لقضايا الجنح المستأنفة ودورة لقضايا الجنح التنفيذ والمركز دائما على استعداد للتعاون مع قضاة أشقائنا من أفريقيا ونحن نرحب دائما بهم وإن كان الجو شديد البرودة في الأيام الماضية إلا أنه في هذا الأسبوع أحسن حالا وبنأمل أن يكونوا قد استمتعوا من حيث الفائدة العملية لهذا البرنامج وأنه بالفعل كان مفيدا من الناحية التطبيقية لحضراتهم واستطاعوا أن يتعرفوا ويستمتعوا بمعالم مصر السياحية والآثرية والتاريخية شكرا لحضراتكم جميعا والآن كلمة في ختام هذا البرنامج لمعالي السفير أحمد عادل صبحي نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي كان لها الدور الهام والبارز في تنسيق هذا البرنامج وهي التي تحرص دائما على التعاون المسمر بين المركز القومي للدراسات القضائية وبين السادة القضاء في قارة أفريقيا الشقيق فنعمل من سيادة الأمين العام والأمين العام المساعد للوكالة ونائب الأمين العام نعمل أن يزداد هذا التعاون ويمتد إلى كل دول أفريقيا الشقيقة بفضل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فليتفضل معالي السفير وأتمنى أنتم تكونوا استفدتم منه كما نأمل أن تكونوا استفدتم لأن البرنامج محدود بهذا القدر من الاعتناء بيعكس حرص مصر بصفة عامة بجهاتها المختلفة على دعم القدرات في أفريقيا وأحد مجالاتها هو القطاع القضائي الوكالة والوزارة بتؤكد مرة أخرى اهتمامها بدعم الأشخاص في أفريقيا مش مجرع عشان هما بيستفادوا لأن مثل هذا التعاون فيه استفادة متبادلة الاستفادة المتبادلة دي هدفها الأساسي التنمية القرعة بتاعتنا أخذ من دكتور فاتحي وأقول أن أتمنى أن تكونوا استفدتم وأن يكون الجو السقيع الغير معتاد في مصر اتعوض عنده بدفء الحفاوة فنتمنى لكم الخير والتوفيق في جميع المستقبل القادم لكم شكر جدا ألف شكر والحقيقة بالنسبة للعناية كانت كل ما استطعنا حرصنا على أن السادة سزتنا في القانون هم الذين تولوا التدريب والمحاضرات على رأسهم معالي البستشار الجليل محمد رفيق البستويسي الذي ظل يعمل في محراب العدالة أكثر من خمسين عاما وتجاوز السمانين عاما إلا أن عطاءه ما شاء الله ما ذال الكل يسني عليه في قانون العقوبات والإجراءات فحرصنا أن يقدم لحضراتكم كل خبرته عن التعليق على قانون العقوبات وقانون الإجراءات في مصر أيضا استعننا بزملائنا في مجلس الدولة للتدريب على اختصاصات مجلس الدولة والقضاء الاداري أيضا زملائنا في المستشارين في النيابة الإدارية وبالإضافة إلى هذا وذاك أحضرنا العالم الجليل الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ ورئيس القسم بكلية الحقوق جامعة القاهرة الذي تكلم عن أحكمة العدل وتوحيد المبادئ في أفريقيا أيضا استعنى بمعالي الدكتور الوزير السابق وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور مفيد شهاب أيضا يتكلم عن القانون الدولي وحضر أيضا المستشار الجليل ساناء خليل يتكلم عن القانون الدولي الإنساني كوكبة من العلماء بالإضافة إلى نواب رؤساء محكمة النقل الذين شاركوا في التدريب وإلى رؤساء دوائر الجنايات فبنعمل لحضراتكم أن يكون البرنامج قد حقق الغاية المرجوة منه وفي هذا الإطار هذا رؤيتنا يعني كما اجتهدنا بنعمل أن يكون قد تحقق لحضراتكم الفائدة المرجوة ونريد أن نسمع من حضراتكم الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية لهذا البرنامج حتى الجوانب الإيجابية نستطيع أن نركز عليها في المستقبل في البرامج القادمة والسلبيات نستطيع أن نتلافاها بإذن الله نريد أن نستمع من حضراتكم السلبيات والإيجابيات عن هذا البرنامج نريد أن نستمع من حضراتكم من حضراتكم يستمع من حضراتنا نستطيع أن نستمع من حضراتنا نستمع من حضراتنا نعم نعرف أنك كان هناك المعارفة العلمية في الأفريقية ولكن نحن نعرف أننا أيضا لدينا جميع المعارفة العلمية كانت بُروندية ونحن نتحدث أن في المنطقة الأفريقية لدينا نتحدث عن المعارفة العلمية لكي يكون لديهم من هذا المراكز أتمنى أنني أتمنى أنني من مفتحة في طريق ميزر و على صفحة صفحة نحن حصل لئينا هنا وأريد أن تشكركم كثيراً اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة